استعمال البرفانات حلال أم حرام ذكرت قبل ذلك أن للعلماء قولين في استخدام البرفانات التي يدخلها الكحل فريق من أهل العلم يرى أنه لا يجوز استعمال هذه البرفانات إذا دخلها الكحل باعتبار أن الكحل لا خمر ولا يجوز أن تستخدم الخمر بأي صورة من صورة الاستخدامات أو بأي صورة من صورة الاستعمالات هذا هو القول الأول القول الثاني لأهل العلم يرى الجواز فريق آخر من أهل العلم يرى الجواز يعني يجيز استخدام واستعمال البرفانات التي يدخلها الكحل ويبنون حكمهم بالجواز على أمرين الأول على أن الكحلة يحال على أن الكحلة يحال يعني إذا دخل الكحل وقبل الذوبان في هذا البرفان أو في هذا العطل لم يعد يسمى كحلا فالكحل يحال الأمر الآخر الخمر مع القول بالإجماع بحرمة تعاطيها إلا أن العلماء قد اختلفوا في طهارة الخمر من نجاستها فريق يرى مع أن الكل مجمع على أنها حرام لكنهم اختلفوا هل الخمر نجسة العين أم طهرة العين ففريق يرى وهو فريق كبير من الصحابة ردوان الله عليهم يرى أن الخمر مع حرمتها أنها ليست نجسة العين والنجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية فهم يبنون حكمهم على الجواز لهذين الأمرين أو السببين ومن ثم فهم يجيزون استخدام البرفانات لاستحالة أو لأن الكحلة يحال ثم لأن الكحلة أو لأن الخمر ليست نجسة العين وإنما النجاسة فيها نجاسة معنوية مع الحرمة الثبت في حرمتها دليل من كتاب الله ومن سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فإنهم يجيزون استخدام البرفانات وأنا أدين لله تبارك تعالى بالجواز وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب وعليه فلا يجوز أبدا أن ينكر فريق على فريق آخر فهذا من الخلاف في مسألة من مسائل الأحكام أو من الخلاف المعتبر أو المستساغ الذي لا يجوز فيه الإنكار على المخالف والله تعالى أعلم